أهلا بحضراتكم مرة تانية في أول فقراتنا في المحترف معانا واحد أنا على المستوى الشخصي بكون سعيد جدا أنه يكون موجود معايا في المحترف لأنه عنده ثقافة كبيرة جدا وعنده اتزان وعنده رؤية وعنده فيجن وعنده نقد بناء وعنده كل حاجة مميزة تسمحوا لي أرحب طبعا بنقدنا الرياضي أحمد مجدي مساء الخير عليك يا حب وشكرا على الكلام الجميل ده ربنا يخليك يا كابتن أنا بكون سعيد جدا طول ما أنا مع حضرتك وحضرتك بتدينا الفرصة دايما أن نقول الكلام اللي يناسب الشاشة بتاعة الخناة الأهلي بعمقها وبالمطلوب فعلا لدى الجمهور دايما بتنورنا يا أحمد وسعيد أنك موجود معايا لكن طبعا مستعيد زي كل مصري بيحب بلده ويحب كورت الخدم بشكل خاص من اللي شفناه النهاردة من الساعة 6 إلى الساعة 8 كانت مباراة منتخب مصر أمام المنتخب الأسيوبي وهذه ما 2 صفر أنا يعني بشاطر حضرتك وبشاطر كل الناس المتابعة لكورة القدرة المصرية الحزن طبعا ولكن يعني رب ضرات النفعة زي ما بيقولوا المفروض أنه نبص للحاجة دلوقتي اللي تعيد شكل الكرة المصرية بالشكل الطبيعي أو الشكل الملائم للكرة المصرية والماتش النهاردة هو جزء من 12 سنة أثبتت فيهم الكرة المصرية من بعد 2010 على وجه التحديد أننا في أمس الحاجة لمشروع رياضي متكامل يقوم عليه مدرب خبير مصري أو أجنبي مش دي الخناء اللي المفروض نتخنيها زي ما بيحصل كل تعيين يا كابتن للمدير الفني ولكن اللي المطلوب فعلا أننا ننقشه هو أنه إزاي نماهد لمدرب منتخب مصر أي أن كان اختياره كل شيء قبل ما نخضعه للتقييم اللي هو يستحقه يعني يعني عطفا على ماتش النهاردة يا كابتن ماتش النهاردة الأداءنا في منتجه أي حد هتنصل من الحقيقة دي كان مفاجأة بالنسبة لك يا حمد هذا الأداء وهذه النتيجة يعني كان بالنسبة لك مفاجأة خلينا نتكلم طبعا المفاجأة في النتيجة 2-0 وكمان يمكن أنا بقول أن كان ممكن تبقى 4-5 لكن على مستوى الأداء كنا لنا أنا كنت متوقع أن يكون أداء أفضل كثيرا جدا من أداءنا قدام المنتخب غينيا هل كان مفاجأة بالنسبة لك الأداء التشكيل الشكل الفني اللي بدأ به إيهاب جلال؟ لا أنا ما كنت متفاجئ أبدا من الأداء لأننا ما قدمناه طول سنين طويلة أداء أفضل من ذلك غير في مرشاط يعني تكاد تعد على أصابع اليد الواحدة زي ما بيقولوا ما فيش سيستم أداء لمنتخب مصر طيلة سنوات طويلة وما فيش ألية لأنه مدرب يبتدي فعلا يغير فيه لمسات اللعب المصري ويستغل كواليت يعني أنا مش من أنصار الناس اللي بتقول أنه الكواليت التعجيل الحالي جيل سيء على الإطلاق يعني أنا شايف أن عندنا دلوقتي فرصة كبيرة جدا نستغل يعني توهج كثير من المحترفين اللي لقوا فرصة كويسة في دوريات أوروبية محترمة يستحيل مثلا على سبيل مثلا أنت تضع عمر مرموش الحالي على سطر واحد مع عمر مرموش بتاعش توتجر يبقى ده سؤال ده سؤال مطالبين بحله يستحيل أن إحنا لما محمد النيني بيكون موجود في الملعب في معظم أوقات المنتخب المصري يكون جزء من اللي أرتيتا بيعرف يستغلوا أو اللي يستغلوا مثلا في نهاية الموسم الحالي في البريمير ليجا كابتن فده بيطرح سؤال الإجابة بتاعت السؤال ده هي المفروض تكون في إطار بناء مشروع كامل يخص مدرب الحالي اللي هو كابتن إهاب جلال أو يخص مدرب لاحق مش ده أهم سؤال أهم سؤال كيف تطوع الكرة المصرية بشكل عام أنها تنتج لك منتخب متماسك لسيستم لعب لطريقة أداء لشكل هل إحنا نقدر نطلع من كل 12 سنة اللي فاتوا بمنتخب واضح المعالم لشكل أنا فوجة نظر وما بقلقيش باللوم على أي مدرب جي في الوقت ده أنا بلقي باللوم على أنه ما فيش مشروع حقيقي للكرة المصرية تبنته اللهم إلا فترتين فترة هكتور كوبر أي أن كانت مؤخذتنا على أداءه بس ده واحد خد فرصته أربع أو خمس سنين خد فرصته ثلاث سنين من 2015 إلى 2018 كنا منتقدين الأداء ولكن بدأ بدأنا نقول إيه إحنا أداءنا صفة نقط دفاعي فاتضح أن منتخب مصر يلعب بوية دفاعية فبتنزل لمتخب أرجوي بتكون زعلان في كاس العالم إنه خاصة 1-0 من الأرجوي في الدهة 90 وبتبتدي تنتقد كوبر أنك بتتحفظ في الأداء كتير زي كارلوس كيروش بنتحفظ أنه هو بيلعب بشكل مثلا دفاعي معظم أوقات الماتش ولكن كان فيه فرق واضح في فترة كيروش إنه فيه استغلال جيد للجودات في تلت الملعب الأوسط وتلت الملعب الأخير وإن كان فيه مشكلة في اللمسة الأخيرة كان مفروض يعالجها بس ما خدش الوقت كيروش ما خدش الوقت يعني أنت شايفي الوقت دايما أخذ من كلامك الوقت 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 كل مدارب جاي الأجل مسمى هي القصة من المدارب يعرف أنه هو لي أجل مسمى يعني مثلا فترة خفير أجيري على سبيل المثال الجهاز الفني بالكامل كان مبني مشروع لشيء معين أربع سنين أنا قدت موجود جزء من هذا الجهاز وكان المشروع أربع سنين وفجأة اللي هو إعداد لكاس العالم 2022 بحس يبقى فيه منتخب مصر ده اللي أعلن حتى الوسائل اللي هي من فيه منتخب مصري شاب موجود في كاس العالم قطر 2022 ولكن لما حصلت أن مصر استضافت 2019 هل من الطبيعين أنت تقرن مصير أجيري بالفترة دي ده دي النقطة المحورية أنه دايما المدرب بيبقى عارف أن شغله متوقف على شيء معين وده مش طبيعي واللي عايز أقوله أن الكرة المصرية مش في حاجة لأنها تضغط نفسها أن الفارق بيننا وبين أقرب المنافسين في البطولات ما هواش أليل يعني إحنا متحررين من قصة أن إحنا سبع بطولات مثلا في أفريقيا وأقرب منافس لنا خمسة على مستوى الأندية إحنا بعيد جدا فإحنا محتاجين يعني تأسيس مرحلي بجد أنا بشوف أن فيه مواهب مثلا تستحق أنها كانت تاخد فرصة أكتر في الكرة المصرية في الفترة الحالية منها أحمد عبدالقادر منها إبراهيم عادل منها أمام عشور من بدري كل ده من بدري مش عشان لعب في الناد الأهلي على سبيل 22-23 سنة وملوش مشاركة دولية واحدة موهبة بالحجم ده لا كان ممكن ناخد فرصة في الوقت ده كان ممكن يعني زي ما بتشوف في كل دول العالم أنه المدرب بتاع المنتخب الوطني بيتدخل في بعض الأحيان في اختيارات اللاعبين في المركات علشان يخدم استراتيجيته للمنتخب ما بيجبرش اللاعب على حاجة ولكن إحنا شايفين انفصال تام وشايفين أنه دايما الجهاز الفن المنتخب مصر والحلقة الأضعف والحلقة اللي بيولقى عليها اللوم دايما وأنا لو في ماتش النهار دي يا كابتن بنتكلم فنيا أنا مش هتنصل من حقيقة أننا هكونا في منتقى السوق بس أنا مش هكون متفاجئ أننا في منتقى السوق ومش هكون متفاجئ أننا بننزل للمستوى ده في أفريقيا لأنه ده الطبيعي ده اللي بيحصل لما بتاخدش شيء وديات بالشكل المثالي لما بتعملش معسكرات كافية لما بتجمعش اللاعب لما يبقاش فيه سيستيم لعب لما يبقى كل الناس في مصر ومش أعرف أتقل حط إذا على تشكيل واحد على مدار ست سبع سنين مع أن الجيل ده هو طالع مع بعضي يعني جيل 92 و 91 و 93 و 94 الجيل ده طالع كله مع بعضه أي منتخب ماشي بمشروع في العالم يعني لو جينا نتكلم على قوام أساس المنتخب الأرجنتين مش هتقدر تقول ما فيهوش ميسي وديماري على سبيل المثال تعا عارف أن قبلهم كان فيه مسكران وهيعتزل بتطعم بتلاتة أربعة لعيبة دايما بيختلف هو ده فكرة المشروع كابتن وده اللي بيضمن لك أنه حتى وانت بتطعم فريقك بعناصر معينة لا في سيستم ماشي للفريق أنا ده على مستوى أنت تكلمت على مستوى الأرجنتين لو خدت خط على مستوى ألمانيا كذلك لأن عمر المنتخب الألماني حتى في الوقت اللي بدأ فيه يتكلمه عن معدل أعمار بدأ كبير نزل بمستوى الأعمار وعمل فرقتين منهم فرقة الفريق التاني اللي راح قاسل قرات وقاتل قاسل قرات تالت كمان غير بطل أوروبا تحت 21 وعندهم منتخب كاس عالم 2018 المنتخب الأسباني كذلك وعايز أخذ من دوت لحاجة مشابهة جدا احنا بنتكلم على الكرة الإيطالية بعد الفوز بالييرو 2020 الخروج المضل من كاس العالم عن طريق مكدونيا عملت إيطاليا منشيني داخل بمشروع استمر عنده لعب مباراتين المباراة الأولى غير تقريبا شكل تماما وبدأ يزوء عناصر جديدة عندها 18 و19 سنة مع الاحتفاظ ببعض اللعيبة الكبار وبالتالي خلاص هو واضح من الخطة الإيطالية دلوقتي أنه هو بيعتمد على لعيبة صغيرة بيديها مباراة مباراة يعني لعب بـ 11 لعيب مغاير تماما عن المباراة أمام الأرجنتين في النهائي لعب أمام ألمانيا وتعادل واحد جاء أمام المجر دخل اللعيبة الكبار تاني وقدر يكسب مباراة المجر وبالتالي بدأ في ملامح للخطة الإيطالية اللي ماشي بسكة وما أدرك مع إيطاليا أنه تخرج للمرة التانية على التوالي من كاس العالم وبالتالي محتاجين اللي أنت بتقول عليه ده متفق معك طبعا يا كابتن ولو بس بنلقي باللوم على التناول الإعلامي اللي حاصل فإيطاليا من أكتر دول العالم تصديرها للضغوط على مستوى الجرائد وكده صحيح وده حصل مع منشيني بالذات بعد الخروج من مكدونيا الشمالية كان مادة لاتهاجكم لأسبوع وأسبوعين في الجرائد الإيطالية ولكن القرار الرسمي كان استمراره بيرتو منشيني اللي ماينفعش من يكون من شهرين متوجك بطلا لأوروبا بعد وقت طويل إيطاليا ما بتتوجش باللقب وفي الآخر تنفي كل مشروعه ببسط لاقي بيجي دور الأم الأوروبية بيحمل بعض التعويض في بداية الإيطالية حتى لو راحت بس للمربع الزهبي هتبقى أنت متطمن كإيطالي على متخدقك بنيت خرق جديدة هو عنده الأرياحية مثلا أنه يستدعي وليام جنوتو من زيوريخ في سويسرا وهو مالوش ولا ماتش دولي ومالوش أي تجربة في نادي إيطالي على الصعيد الاحترافي فهو عنده الأرياحية دي وبيفاجئ الدنيا كلها هو بيعمل أسيست في ماتش الماجر أسيست في ماتش ألمانيا وبيغير الماتش بمجرد نزوله في الشوت الثاني عنده 19 سنة ومالوش سابق خلف الملفت أن مالوش نادي في إيطاليا هو كان من ناشئين بس إنتر ميلا وراح زيوريخ في سويسرا هو تابعه هناك حتى أرقامه في زيوريخ مش الأرقام الواقع جاب 9 أدف 59 ماتش وبيلعب يعني يعصاني اللعب يجناح وأحيانا بيعتمد عليه كاستريكر بس هو بس أصير شوية في القامة ولكن لاعب واعد ده دي رؤية مدرب أنا بحاول أقارنها برؤية مثلا كارلوس كروش في العيب زي حسين فيصل مثلا أنا مش بقارن وما كنتش من المتحذبين جدا لموضوع كارلوس كروش يا كابتن أو مش من المؤيدين جدا لكارلوس كروش بس كان في بوادر شيء بيحصل لما كانت لما بدأنا نشوف أنه اللاعب المصري بيستطيع مجرات اللاعب السنغالي اللي بيلعب في بارنيونيخ وبيلعب في ليفر بول وبيلعب هنا وبيلعب هنا وبيعرف يلعب عليه 120 دقيقة بدني وبيعرف يقف على رجليه وأساسيات الكورة مظبوطة وكلها سليم وقرارات اللاعيبة كانت بدرجة كبيرة مظبوطة وسليمة يبقى ده لمسة مدرب اللاعيب كواليتي اللاعيب المصري كواليتي أنا بقى أسر أننا جودة اللاعيب المصري حتى الآن من أفضل الجودات في إفريقيا وإن كنا أنا بشوف أننا نزلنا شوية نزلنا شوية في الليفل من حيث الجودات يعني فيه ستة أو سبع منتخبات تفردهم كده على الورق ما يبقاش فيه لعيب من عندنا في نفس الكواليتي غير محمد صلاح أو يعني يبقى في نفس الليفل في الكورة يعني هو يكون هتفوق علم لأنه من أفضل لعبت العالم بس أصد بيلعبه في الجريد اللي بيلعب فيه صلاح أو في الليفل اللي بيلعب فيه صلاح هي دي النقطة اللي لازم نأخذ بالنا من لازم مدرب يعني يتلافى عيوب الكورة المصرية اللي هي زيها زي أي كرة في الدنيا لها عيوب فيه عيوب في كل كرة يعني منتخب الجزائر لما كانت القصة بس مجرد روح وشوحنة معنوية ما حصلش شيء ما يخدوش بطولات إلا لما جي جمال بالماضي بدأ يجمع بشكل واضح أنا عايز محترف شكله كذا بيلعب برجلي الشمال بدأ يتابع راد محرز من الفاتر السنية الأدنى دلوقتي بيطلع أدم والناس بيلعب بنفس طريق محرز وبيلعب برجل الشمال وبيعول عليه أنه هيكون بديل محرز من بدري لما أخفق في كاس أمم أفريقيا ما شالوش جمال بالماضي لما أخفق في التأهل لكاس العالم ما شالوش جمال بالماضي هي دي سمات المشروع إحنا من فترة طويلة ما كانش عندنا مدرب لمشروع فترة كابتن حسن شحاتة وإن كنت أرى أنها حصلت ارتجالا برضو يعني ارتجالا لأنه ده هو كان مدرب منتخب الشباب اللي خاد كاس العالم 2005 ومعاقدا يعني الضبط كان جاي بس بديل لما شافوا الأداء في تصفات كاس العالم وبدأنا نجاري كودفورون جاري الكاميرون والجيل فعلا بدأ يتطوع تحت إيد كابتن حسن شحاتة بقى مدرب دائم ولكن كانت العملية ارتجالية بحتة في وقت طويل وده اللي احنا في أمس الحاجة اللي احنا في حاجة لمشروع يقوده إيهاب جلال يقوده حد غير كابتن إيهاب جلال يعني دي مش أنا نقدر نتكلم لو فردنا الورق كده وقلنا إيه اللي حصل النهاردة في الماتش هنقول إن الكابتن جال أخطأ في كذا قبل مطلع فاصل يا أحمد عايز أقولك إيه اللي حصل النهاردة في الماتش بقى نتكلم شوية فني انت شايف إيه يعني العيب الكبير أو الماتش كله عيوب لكن إنت من وجهة نظر سبب الهزيمة النهاردة يعني على مستوى الملعب على مستوى الملعب في مشكلة لياقة بدنية واضحة بشكل ملفت شكل ملفت لما تروح لليفل أثيوبيا إنه أقوى منك بدنيا في كل السنائيات وبيخب منك كل الكورة التانية وقادر يتفوق عليك أنا مقدرش أقول الملعب شكله إيه انت ده لفل تاني خالص الكورة لفل أقل مننا بيه مراحل حتى مستوى التنفسية بينهم ومن بعض في الدورات قليل جدا جدا لأن عندهم تسع العيبة من سان جورج بس من فريق في الدولة الأثيوبي وأفضل محترف عندهم بيكلي بيلعب عندنا في الجونة دوري درجة تانية ومحترف تاني في الجزائر فقط لغير احنا منتكلمش على لفل عالي في الكورة منتكلمش على دولة زي شباة يعني تشايف العامل البدني هو كان العامل الأطبع وتبعد الخطوط يا كابتن ملفت ملفت برضو وده ما أقدرش أستسني فيه رؤية يا كابتن أمجل لازم في الوقت ده طبعا لا موضوع أن أنا فيه لعيب بيبقى ريشة مثلا بيرحل بنخط وخط مثلا ده بتاعت مدرب مش محتاجة تحضير كتير هو كان بيحاول يخلي أمام عشور يعملوا الدور دوت النهار ده وكان ده واضح ولكن انت مش محتاج يعني في لفل الكورة البعيد عنك ده فيه أفكار بسيطة بتخلي الخطوط متقربة خط الدفاع بتمتأخر أول وراء وعندهم كذا العيب سريع ما تسيبوش ياخدوا الكورة وراء أمام عشور أو وراء خط النص ما تعتمدش على عمر السلية المجهد في مساحات واسعة كتيرة غصب عنه يعني هو أنت من وجهة نظرك طبعا الواضح جدا الفوارق البدانية بالرغم خلي بالك الحمد لله احنا ما لعبناش في أسيوبيا لو كنا نلعبنا في أسيوبيا كانت الدنيا كان موضوع يكون معقد أكتر حيب أصعب كتير تقارب الخطوط ما كانش موجود بنلعب في مساحات واسعة سرعات كويسة جدا وخلي بالك كمان الثقة اللي جات للمنتخب الأسيوبي بعد يحرزه الهدف الأول والتاني وبالتالي خلاص هو حس لا نفسه قادر عليك وبيضيع إجوان ويروح إجوان أوف سايت وكرة في العرضة فكل دي عوامل للأسف يعني قدت له هزيمة تقيلة جدا للمنتخب المصري هنروح لفاصل سريع ونرجع مع نقودنا المتميز أحمد مجدي نضحك تاني كل شعب المصري بيضحك وفرحان دلوقتي رغم الحزن من الهزيمة أمام أسيوبيا لكن دايما الفرحة الكبيرة محمد صلاح محمد صلاح منذ دقايق طوجه بأفضل لاعب في البريمير ليج لهذا الموسم بعد صراع كبير مع ستة من نجوم البريمير ليج محمد صلاح بيكتب تاريخ جديد تاريخ وأرقام أكتر من رائعة ويبقى دائما محمد صلاح هو البسمة دلوقتي للكرة المصرية للمرة الثانية محمد بيفوز بالجائزة الأقصر قيمة ولسه كنت بتكلم مع ناقدنا أحمد مجدي بيقول لي الجائزة دي على مستوى اللاعبين على مستوى المدربين على مستوى النقاط تخيل هذه الجائزة هي الأصعب حصولك على هذه الجائزة هي الأصعب في البريمير ليج بيفوز بيها محمد صلاح للمرة الثانية في خلال وجوده مع ليفر بول مبروك لمحمد صلاح دايما يا رب رافع رأسنا وموفق دايما فيه يعني رفع اسم مصر عاليا ودايما دايما إن شاء الله إلى الأمام رأيك في الخبر للسعيد كلنا كنا طبعا جوا دوامة منتخب مصر لكن يأتي خبر سعيد إن محمد صلاح بيفوز للمرة الثانية في تاريخه مع ليفر بول بجائزة أفضل لعب في البريميري يعني هو شيء كان متوقع أي حاجة عكس كده قياسا للمسم الهالي اللي قدمه محمد صلاح في الدورer الإنجليزي وتتوجه بلاقاب الهداف للمرة الثالثة وتتوجه بجازة ربطة اللاعبين للمرة الثانية وتتوجه السنة دي وبجازة الالتحاد الإنجليزي للمرة الثانية محمد صلاح من اللاعبين القلائل اللي بيستحوزوا على جميع الألقاب الفردية جوا الدوري الإنجليزي ومن اللاعب القلائل الحقيقة ده في موسم واحد يعني لما بفتكر يا كابتن موسم 2017 2018 والناس بدأت تقول في انجلترا ان ده الوان سيزن واندر ان ده يعني عجوبة العام الواحد انه يجيب اكتر من اربعين جون او اتنين واربعين جون يقفل الموسم على حوال اربع واربعين جون في كل البطولات ياخد كل الالقاب الفردية ياخد هدف الدور الانجليزي بفرق كبير عن اقرب المنافسين وبيج يقول ان فات خمس سنين ومحمد صلاح السابع من نفس الشيء ده شيء تحدي يعني يعني غير مسبوك وبيسلط الضوء فعلا على الشخصية اللي بيتمتع بها صلاح والطريقة اللي بيشتغل بها على نفسه والطريقة اللي بيشتغل بها على عقليته هي دي النقط اللي فرقت فعلا محمد صلاح عن مواهب كتيرة جدا ظهرت في تاريخ مصر واحترفت وكتبت تاريخ برا كمان ولكن محمد صلاح عشان كده هو احنا بنتكلم عن افضل لعب مصري في التاريخ بفرق كبير برضو عن اقرب منافسين حتى لو كانت فرق الجودة او الموهبة مش هو الافضل بشكل قاطع او بشكل حاسم كلنا عارفين ان في مواهب كتير جات في الكرة المصرية بس بنقول لو خدت فرصة صلاح لا لو اشتغلت شغل صلاح لو اشتغلت شغل صلاح كانت المواهب بير رحمة في مكان كبير جدا وزي ما بتكلم دايما ودايما بنتكلم ان محمد صلاح اختلف كتير جدا جدا وبدأ يحط اساس اللاعب المحترف الحقيقي مش داخل الملعب بس خارج الملعب عقلية مختلفة تعامل مختلف سواء مع اللاعبين مدربين اعلام يعني طموح مختلف بدأنا اللوقتي بنتكلم ويمكن زي ما احمد وانت بتقول كلنا كنا بنقول بدايته في موسم 17-18 لا دي يعني طفرة كده ولكن الاستمرارية على هذه القمة من البريميال ليج من القاب واحمد قال لي لسه رقم برضو اغششه لحضراتكم 59 لقب فردي لمحمد صلاح نقص له لقب واحد ويعنده 60 لقب فردي تخيل هذا العدد من الارقام وهذه الارقام القياسية وما بتكلمش على الدوري الهولندي ولا الدوري الاسباني ولا الدوري البلجيك بتكلم على البريميال ليج محمد صلاح مشرفنا محمد صلاح رافع راسنا والسؤال اللي دايما بنسأل فيه ازاي نستفيد من محمد صلاح كمان فنيا داخل الملعب النقطة اللي انت تكلمت فيها يحمد احنا كمان لازم يكون عندنا استراتيجي لازم نستفيد من قدرات محمد صلاح الفنية علشان يعني علشان كمان يزهر امكانياته اللي بنشوفها في ليفر فول يزهرها مع المنتخب المصري دي ده شغل لعيبة وشغل وشغل فني كبير جدا لازم يحصل الفترة اللي جاية انا باتفق معاك طبعا يا كابتن فيه تقرير كان نشر وموقع ليفر فول إيكو ويتكتكالي بيتكلم بس مش فاكر مين الكاتب بس عشان ما خانتني الزاكرة يعني بيتكلم انه كل اللي بيحصل في ليفر فول من ميركاته سنويا وكل تجديدات العقود يعني كانت جملة مستخدمة في التقرير وكل العقود المبرمة وكل الصفقات اللي بتجرى وكل شيء بينفق في النادي هدفه الأخير ووضع صلاح أمام المرمى يعني هدفه في الأخير ووضع صلاح أمام المرمى هو ده فعلا اللي احنا بنشوفه في ليفر بول حاليا كان التقرير نفسه بيسلط الضوء على انه محمد صلاح كان بيتلقى تمريرات من واحد اتنين ثلاثة دلوقتي اضيف ليهم تياجو ألكنتارا اضيف ليهم لويس دياز فمحمد صلاح بيتلقى تمريرات أعمق كان بيتكلم على سر الطفرة التهدفية لمحمد صلاح في الدور الأول من الدور الإنجليز الثاني اللي فاتت وكان بدأ يمشي في معدل تهديفي أكتر من موسم 2017-2018 لولا الانتكاسة اللي حصلت مع المنتخب وحالته النفسية فعلا سائت لدرجة كبيرة وإخفاق وراء إخفاق في النهائيات برضو نال من مستوى مع أنه مثلا في نهاية دورة أبطال أوروبا محمد صلاح عمل كل شيء في كرة القدر واستضم بتيبو كورتوا واستضم بعدم توفيق رهيب لازم ليفر بول في الماتش ده لولا كده كان محمد صلاح كمان أضاف للجواز دي لقب دور أبطال أوروبا لولا كده كان محمد صلاح دعم حظوظه بشكل أكتر في الكرة الزهبية وإن كانت حظوظه لا تزال قائمة لأن الكرة الزهبية السنة دي بتمنح على الأداء الفردي صحيح ومش على الألقاب هو دلوقتي محطوط في سطر واحد مع كريم بن زيمة مع ساد يوماني ومحمد صلاح بدون أدنى شك وواحد من أفضل ثلاث لعبة في العالم ما ينفعش نستثني منه محمد صلاح أي شيء بيتكلم على تجديدات العقود أي شيء بيتكلم على كده لا لازم نبص القيمة اللعب اللي بيفوض على تجديد عقده ما أنه هو محمد صلاح حاليا في العالم محمد صلاح في العالم حاليا ما بينظرش إليه من المصريين بس كده ما بينظرش إليه من العالم كله إن واحد من أفضل ثلاث أو ثلاث لعبين في العالم أنا باتفق معك تماما محمد صلاح بيثبت أن من أفضل ثلاث لعبين على مستوى العالم وجائزة جديدة تضاف لتاريخ محمد صلاحه وتاريخ مصر محمد صلاح دايما مرتبط محمد صلاح المصري محمد صلاح ابن مصر بيحقق إنجاز جديد بيحصوله للمرة التانية بتاريخه على جائزة أفضل لاعب على مستوى البريمير ليك طيب كنا بنتكلم على إيطاليا وبنتكلم على المشروع الإيطالي اللي جاي معنا مورو إسبازيتو ده طبعا لاعب كبير في روما عايزين أولا بنرحب بك على شاشة قناة النادي الآلي طبعا لاعب روما ولاعب جنوة ولاعب على مستوى كبير جدا جدا الأول مورو بنقول لك كل سنة وانت طيب 43 سنة وعام سعيد عليك شكرا ومساء الخير شكرا لكم على توجيه الدعوة لمورو إسبازتو وفخور بزورة على قناة النادي الآلي وان يتم دعوتي على شاشة قناة النادي الآلي الأعظم في أفريقيا والوطن العربي الأعلي معروف أيضا في إيطاليا ومعروف في أوروبا النادي الذي يفوز دائما بالبطولات الكبيرة في أفريقيا وأستهل هذه الدقائق وأوجه تهنئة لمحمد صلاح على فوز ومونزيقاليل بالجائزة أفضل لاعب في الدور الإنجليزي لأن صلاح سنع طاريخ كبير لمصر والمصريين عندما كان في روما وفيرونتينا وها هو يصنعه أيضا في ليفربول طبعا أكيد كنت متابع الحفل لتوزيع الجوائز هل كانت بالنسبة لك شيء متوقع حصول محمد صلاح على هذه الجائزة بعد موسم طويل لرغم عدم الفوز بالبريميال ليج وكمان الخسارة أمام ريال مدريد في دور الأبطال هل كنت متوقع فوز محمد صلاح بهذه الجائزة؟ بالنسبة لي نعم لأن هذه الجوائز الفردية بالنسبة لدور الإنجليزي لا ستلاح علاقة بكل ما حدث في فاينال شامبيونز ليج لأن صلاح أظهر مستوى رائع أداء عظيم من لعب مصري أفريكي كل يوم يقدم الجديد ويقدم أشياء عظيمة في كرة القدم وأنا متأسف لخسارة صلاح في فاينال شامبيونز ليج أمام ريال مدريد ولكن على صلاح أن لا يأس أبدا ويواصل تقدمه نحو المجل مارو قبل ما خش معك في الحديث عن الكرة الإتالية لفت نظري التابلول الرائع لوراك بتشيرتات وأساطير وكمان اسمك موجود طبعا من ضمن وزير الأساطير إحكينا يعني التشيرتات دي محتفظ بيها وذكرياتك معها إيه؟ ماذا حدث عن ذكريات عظيمة وكبيرة بالنسبة لي تشيرت مارادونا يبقى الأعظم بين هؤلاء التشيرتات لأن مارادونا هو من قام بإعطاء التشيرت شخصيا عندما كنت في ناشئي نابولي عندما بدأت في نابولي ثم في سكارة مارادونا قام بإعطاء هذا التشيرت وبالنسبة لي تعتبر أعظم ذكره هو تشيرت مارادونا ثم لعبت عامين رائعين مع جيام فرانكو تزولا والجميع يعرف من هو تزولا قضيت معه سنتين في كالياري ثم تشيرت فرانشيسكو توتتي توتتي زميل وأخلا لعبت معه كثير من الأعوام في ماجيكا روما وادل بيرو معروف للجميع قمت في السبدال التشيرتات إذا تحدثنا عن هلوية تشيرتات ذكريات عظيمة وكبيرة أنا فخور في هذه المسيرة الرائعة بالنسبة لذكرياتك بتتكلم على ذكريات فعايز أعرف منك 9 أكتوبر 2004 ماذا يمثل لك هذا التاريخ سؤال سؤال جيد من يستطيع ينسى هذا التاريخ هذا التاريخ هو اليوم الأول عندما تم استدعائي للمنتخب الإيطالي كنت على أهبة الاستعداد وكان أسعد خبر في حياتي عندما تمثل منتخب بلادك كان هذا خبر عظيم بالنسبة لي أنا لا أستطيع أن أنسى هذا التاريخ أبدا لأن كنت على بعد شهور من تمثيل إيطاليا في كأس العالم في 2006 ولكن حدث ما حدث طيب هنيجي كمان لكأس العالم 2006 ونعرف برضو أسباب استبعادك رغم استدعائك في هذه البطولة لكن ما توجهتش أو ما استدعتش بشكل رسمي خلينا نتكلم على القرى الإيطالية ورأيك في منشيني طبعا روبيرتو منشيني ورغم طبعا الخسارة لتأهل لكأس العالم القادم للمرة الثانية على التولي ولكن يبقى منشيني على رأس القائمة الفنية لمنتخب الإيطالي وهل هناك مشروع من منشيني لزهور منتخب إيطاليا بعناصر شابة في الفترة القادمة؟ بالنسبة لي وبالنسبة لروبرتو منشيني عندما أتحدث عن ميستر روبرتو أنا أشعر بالفخر لأنه كان لعب جيد ومدرب رائع وكما بصنع المجد مع منتخب إيطاليا بفوز ببطولة اليورو لأن لا أحد كان ينتظر أن تفوز إيطاليا مع منشيني ببطولة اليورو لكن تاريخ إيطاليا مع روبرتو منشيني تاريخ عظيم لكن عدم تآهل إيطاليا للمنبيال كانت حصرة وكانت خيبة أمل لمنشيني وشباب إيطاليا الذين كانوا ينتظرون تمثيل إيطاليا في كأس العالم بكتر لكن حدث ما حدث يجب أن نتحدث عن المستقبل لأن الحديث عن الماضي لن يفيد بشيء ويجب أن نكون مهتمين أيضا بفريق الشباب ولهذا أتمنى أن تكون إيطاليا رائعة معه في الهام القادم أكيد أنت كمان عندك خبرات على مستوى الدور الإيطالي والقرى الإيطالية اللي ناس كتير بتشوف أنها بتمر بأزمة كبيرة شايف من خلال رؤيتك إيه الأزمة في القرى الإيطالية هل قلة المواهب الكثيرة بالمقارنة بطبعا الجيل قبل الماضي والجيل الماضي هل هناك خطة على مستوى الاتحاد الإيطالي للارتقاء بالمنتخب الإيطال للفترة اللي جاية أنت شايف أين الأزمة في القرى الإيطالية للأسف من الصعب الحديث عن سبب معين للأسباب كثيرة على القرى الإيطالية عانت منذ أيام ومنذ سنوات ومنذ شهور وكل يوم نتحدث عن مشاكل داخل أروكة الاتحاد الإيطالي عندما يكون فساد داخل الاتحاد الإيطالي تكون هذه النتائج ولكن دعني أكون منصفا نفس الاتحاد ونفس مدير الاتحاد أفاز ببطولة اليورو لكن بالنسبة لي السبب الرئيسي هو نقص كبير في قطاع الناشئين الإيطالي وقطاع الشباب لأن الشباب والناشئين يتم لا أريد أن أقول هروب الناشئين ولكن الجميع يفضل أن يخرج خارج إيطاليا ولهذا للأسف هناك مشاكل في قطاع الناشئين وأي دولة هناك نقص في قطاع الناشئين سوف تعاني على المستوى المنتخب الكبير قبل ما تسيبنا مورو وحابب أعرف هناك لقاء مهم جدا ما بين المنتخب الإيطالي ومنتخب إنجلترا في دور الأمم الأوروبية توقعتك لهذا اللقاء كما ذكرت في أول الأمر المنتخب لعب مبراع عظيمة أمام المجر وكما ذكرت أيضا يجب أن نعود ويجب أن ننطلق وتكون نقطة الانطلاق دور الأمم الأوروبية لكي نثبت للجميع أن عدن تاهلنا لكأس العالم كان مفاجأة ليس أكثر وأننا استحقينا التتويق بلقب اليورو لكن مباراة إنجلترا ستكون صعبة جدا على المنتخب الإيطالي لأن أنجلترا لديها نقطة واحدة في المجموعة وهي تريد أن تفوز ولكن نحن نؤمن بحظوظنا ونأمن بحظوظ المنتخب أننا أبطال العالم وسنعود كما كنا أبطال العالم في 2006 طبعا كل الشكر للمعورو طبعا من اللعيبة المميزة لعب على مستوى منتخب الإيطالي كان قريب جدا يمثل المنتخب الإيطالي في 2006 حضراتكم عارفين منتخب إيطاليا حصل على كأس العالم 2006 وكان قريب جدا من الاندهام لهذا المنتخب وكمان على مستوى روما على مستوى كالياري على مستوى جنوى كان لعيب مميز جدا ويتكلم عن خطة الاتحاد الإيطالي في الكرة الإيطالية الموسم اللي جاي ويتكلم طبعا على منشيني بكل احترام وكان بالنسبة له أكيد مفاجأة عدم الوصول لكأس العالم لكن دايما النظر الأدام دايما يبصوا الأدام في عملية الإصلاح والإدارة الفنية أو مجلس الاتحاد الإيطالي قرر أن منشيني ماشي على الطريق الصحيح وهو ده اللي قاله سبوزيتو في نقطة أن إيطاليا اعتبرت دورة الأم الأوروبية نقطة الانطلاق الجديدة وده ده ده حد مهتم أو ده منظومة مهتمة أنه الكرة الإيطالية تتبني على أساس سليم حتى لو تعرضوا الإخفاق لاحق وحتى لو رحل روبيرتو منشيني فأنت أرسد دعاق مشروع قعد أربع أو خمس سنين مش هتحتاج المدرب الجديد أنه يبدأ من الصفر صحيح هيلاقي جيل متأسس ده يعني منظومة ناشئين بص عليها مدرب بحجم روبيرتو منشيني قبلي وعارف يوصل لتقييم واضح وعارف يوصل لخامات واضح يعني منشيني بيعمل حاجة دي أنه بيجيب إيطاليين من خارج إيطاليا مش بس محترفين كبار لا بيجيب ناشئين صغيرين في دوريات مغمورة ده أفكار جديدة بيترحى مدير فن ده هيفيد المدير الفن اللي جاء حتى لو ما اعتمدش عليه صحيح حتى لو ما بناش في القرية الإيطالية بشكل عام أنا أفدني بفكرة نجحت فشلت الفكرة دي اتطرحت قبلي وبقى فيه معيار تجريبي تطبيق اليد دلوقتي أي حد في منتخب مصر على سبيل المثال عشان نرجع تالي النقطة المحلية هيستفيد من بعض الخامات اللي ظهر الأهل استفاد من بروازة محمد عبد المنعم على سبيل المثال صحيح وده نقطة حسبت لكارلوس كيروش ما كناش هنعرف ده غير لو كارلوس كيروش قرر من يدفع محمد عبد المنعم في أكتر من مركز فعرفنا أنه في البقرية مش زي قلب الدفاع فعرفنا أنه قلب الدفاع عالي جدا وعنده إمكانيات عالية جدا وأكتر من تجربة عمر كمان عبد الواحد اكتشف نفسه في مركز تاني دلوقتي بقى بيتحرك كالزوكر في مركز تاني كابتن عام جليل استفاد من ده أين كانت قيمنا للموضوع بس فكرة أنه يبقى فيه مدرب أخد وقت شغل بيضمن للمدرب اللي بعده كمان حتى لو أقلته أنه ما بيبدأش على أرض محروقة زي ما بقول صحيح أحمد بنشكرك شكرا جزيلا دايما الوقت بيعادل معك بسرعة إن شاء الله نستمتع بقراءك إن شاء الله في حلايات دايما المحترف بإذن الله كابتن شكرا جزيلا لحضرتك لسه مع حضراتكو في المحترف ولقاء خاص مع محمد الباز بعد الفاصل